السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة غذائك وعلاجك في هذا الفيديو سأتكلم عن محليات آمنة التي لا ترفع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري وكذلك سأتكلم عن بعض الآثار الجانبية عليك يفضل لمرضى السكري من نوع الثاني استخدام بدائل السكر المائدة لأنها لا ترفع مستوى الجلوكوس أو نسبة السكر في الدم وهي تساعد مرضى السكر وغيرهم في ضبط أوزانهم لأنها لا تحتوي على السعرات الحرارية أو تحتوي على القليل منها وبعد هذه المحليات مثل زيلاتول تدخل في صنوعة منتجات نظافة الفم مثل غصول الفم ومعجون الأسنان لأنها لا تسبب تسوس الأسنان وأيضا يجعلك تتلذى في الحلوى بدون تانيب ضمير وبدون أن تضيف سكر المائدة الذي يتبط في التسبب بالسمناء والسلطان والسكر من النوع الثاني يلجأ بعض مرضى السكري إلى المحليات الصناعية مثل أسرتيم، سوكرولوس، وساكرين لسيطرة على مستوى السكر في الدم لديهم المحليات الصناعية قد تكون ضرة بصحتك لقد أثبتت بعد الدراسات التي أرجعت على الحيوانات أن المحليات الصناعية تسبب زيادة الوزن وأمرام المخ وصرطان المثانة والعديد من المخاطر الصحية الأخرى خاصة إذا كنت تستهلكها بكميات كبيرة وبشكل دائم لفترة طويلة من فضلكم اشتركوا بقناتي ليصلكم كل جديد ولتستفيدوا من المعلمات بالضغط على زر السبسكرايب وتفعيل الجرس وشكرا لكم المحليات الطبيعية الأخرى مثل العسل والطمر والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية من الممكن تناولها للاستفادة من فوائدها الصحية ولكن بكميات قليلة جدا يوميا لأنها أيضا ترفع من وسطوى السكر في الدم لذلك لا تتناول أكثر من طمر أو طمرتين في اليوم أو ملعقة صغيرة من العسل الطمر طعم مغذي ويحتوي على كمية عالية من الألياف والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدا العسل لا يعد فقط سكر ولكنه يعتبر طعام لأنه يحتوي على الكثير من المغذيات مثل الشوارد ومضادات الأكسدا والمركبات المضادة للميكروبات حتى محل الأكافي أو رحيك الأكافي الذي يعتبر طبيعي والذي هو نوع من أنواع الصبار من المفضل أن لا تتناوله كثيرا رغم أن لديه مؤشر غليسيمي أو مؤشر سكر ملخفض ولكنه يفقد معظم المغذيات عند إعداده لأنه يغلى على نار عالية جدا وأيضا الأكافي يحتوي على نسبة عالية جدا من الفروكتوس والذي يتحول إلى دهون ومن ثم يرفع من مستوى الدهون الثلاثية في الدم ويسبب قطر على الصحة لذلك منفضل تناوله أيضا بكميات قليلة المحليات التالية لا ترفع مستوى السكر في الدم وهذا يجعلها بديلا ممتازا للسكر لمرضى السكري فاكهة الراهب أو منكفروت هي ثمرة صغيرة من البطيخ الأخضر وموطنها جنوب الصين هذا المحل مصنوع من خلاصة مشتقة من الفاكهة المجففة وهو لا يحتوي على سعرات حرارية أو كاربوهايدرات لذلك فهو لا يرفع مستوى السكر في الدم ويتمتع بين الضاق رائع وفي نفس الوقت لا توجد له أثر جانبية تذكر أصل نبات ستيفيا هو أمريكا الجنوبية وهو أيضا لا يحتوي على أي سعرات حرارية لا يرفع نسبة السكر في الدم لأنه لا يحتوي على السكر ويمكنك الحصول عليه في شكل سائل أو مصحوق منتجات ستيفيا تعتبر آمنة لاستهلاك بشكل عام ولكن ستيفيا النيئة أو الخام من الممكن أن تسبب بعض الأضرار الصحية الريثرتول هو محل طبيعي يوجد بكميات قليلة في الفواكه والخضروات هو كحول سكرية طبعا لا يحتوي على أي من مركب إيثانول الذي يجعلك في حالة السكر الريثرتول يستخدم كمحلة منخفض السعرات الحرارية بالإضافة إلى ذلك لا يرفع الريثرتول مستوى السكر في الدم قد يتسبب تناول كميات كبيرة جدا من الريثرتول في حدوث بعض الأثار الجانبية للجهاز الهضمي يصنف زيلة طبعا أيضا على أنه كحول سكرية وهو يوجد بكميات صغيرة في العديد من الفواكه والخضروات يحتوي زيلة العلماء الشرق ليسيمي أو سكري منخفض ولا يؤدي لارتفاع نسبة السكر في الدم ومع ذلك يمكن أن ينتج عنه بعض الأثار الجانبية مثل متلازمة القلون العصبي والإسهال إذا تم تناوله بكميات كبيرة جدا اليولوس هو سكر نادر يوجد بكميات صغيرة في الطبيعة ولكنه ليس كحول سكرية وهو محل منخفض السعرات الحرارية يقل الأليولوس من مستوى A1C أو السكر التراكمي عن طريق الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم ويقلل أيضا من قاومة الإنسولين ولا يحتوي على الأثار الجانبية غير اللطيفة للغاز والانتفاخ مثل أريثراثول وزيراثول أين تجد هذه المحليات؟ بعض هذه المحليات مثل ستيفيا متواجدة في المتاجر في الدول العربية ولكن أنواع أخرى من هذه المحليات من الممكن أن لا تجدها في المتاجر فمن الممكن الحصول عليها عن طريق متاجر الإنترنت وطبعا مريض السكر لا تنسى أن تستشير طبيبك الخاص قبل أن تعمل أي تغيير جذري على نظامك الغذائي أمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات شاركوني في أراءكم هل تتناولون أي من هذه المحليات أو غيرها لضبط مستوى السكر في الدم؟ شكرا للمتابعتكم من فضلكم اشتركوا بقناتي وتابعوني فيديو جديد شكرا للمتابعة